اشتركوا في القناة والثبات والربح والسلامة طبعا القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليق طبعا القمر موجود في برج العقرب لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بتظل هاي الفترة انه شوي احنا منكون هيك اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط الفترة هاي هاي جيدة لتجديد تأمين او عمل تأمين كان صحي او تأمين حياة او تأمين على السيارة يعني التأمين بهاي الفترة ممتاز جدا برضو قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم برضو جيدة هاي الفترة لامور الها علاقة بشراء او استئجار بيت او احداث تغييرات في الامور العقارية طبعا اليوم في بداية زاوية وهي زاوية تربيع سلبية خطيرة شوي هي بين عطارد وبين اورانوس وهاي طبعا اليوم رح تبدأ تأثيراتها هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 27 اثنين عادة بهاي زاوية بصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وبيصعب علينا ايجاد حل لبعض المسائل انه كما انه بهاي الفترة بيخد خلينا شوي عصبيي المزاج منرتكب اخطاء منتهور ومنتحاسب على هذا الشيء اللي بقيادة السيارات بتكون تنتبهوا بالفترة هاي لانه هذا عطارد العلاقة بالاتصالات والمواصلات هذا وقت غير مناسب للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة كمان هاي الفترة غير مناسبة للامور اللي لها علاقة بالبورصة والاسهم والامور هاي اما بالنسبة للوضع السياسي فهي بتضل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وبتشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية والمعارضين احتمال وقوع تفجيرات او زلازل او امور الها علاقة بالطخص كما انه هاي الفترة بتشهد اقمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافي والكتاب للمتابعة القضائية او الاعتقال بالنسبة للزاوية الاخرى اللي هي من الزوايا البطيئة هي زاوية التسديس ايجابية بين الزهرة وبين نوتون وهي تأثيرها لغاية 27 اثنين فبتضفي علينا النوع من الجاذبية والقبول وبتجذيب الآخرين لانا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 5 ثلاث بتعزز قوة الحدث ولكن بما انه المشتري منتحس فشوي هاي بتأثر مع زاوية عطارد واورانوس انها بتجعل فيه خربطة ما تعتمد على الحدث كثير في هاي الفترة هي جيدة لامور العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهاي مستمرة لغاية يوم 17 ثلاث بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل او اليوم ذروتها اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تتشكل منتصف هذه الليلة ليلة الثلاثاء على الاربعاء بتوقيت جرينيش ساعة 12 طبعا وهاي مستمرة بتأثيراتها تقريبا ما قبل ساعات الظهر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليف انه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر بيبدأ من الساعة 29 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 21 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها من العقرب للقوس هذا بيعني ان الفترة المذكورة لفترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا الساعة 21 دقيقة بعد الظهر القمر بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك بنشعر بالابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا بننطلق على سجييتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا بهاي الفترة اقتراض المال او دراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواي ما تجربة الحظ بشيء ما ولكن ما بنصح فيها كثير التخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا في زاوية انه ايام نذكرها اللي هي زاوية التسديس الايجابية بين المريخ وبين نبتون اليوم الساعة 7 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الاربعة بتبدأ هاي الزاوية دروتها طبعا هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم 26 الشهر بيكون عنا تركيز عالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بيحاول الكذب علينا او خداعنا كما هاي الزاوية بتدفعنا لحب المغامرة او تحمس لفكرة ما او ممكن نحقق انجازات علمية او عملية بالنسبة لزاوية اللي راح تتشكل بعد هاي الزاوية وهي الاخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون الساعة واحدة والساعة 10 و31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي زاوية التربيع يعني الشمس القمر الان اصبح نصف بدر ربع اللي هو الربع الثالث فعشان هيك هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعك السلبا على علاقاتنا مع الاخرين بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسيه اليوم من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر هي هاي هاي الاكثر حساسيه راح تكون في جسمنا لازم نوفر لها العناهي الاضافيه وبرضو اذا احتجنا او احتاجت الامور لمراجع الطبيب انشعرنا بشيء ما تتأخره بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية اليوم ولكن ما يتحدد موعد لعملية جراحية في فترة خلو المسار حاولوا انه يتحددوا الموعد قبلها او بعد عملية خلو المسار بالنسبة للعمليات دون الاعضاء اللي ذكرناها اليوم برضو عمليات ناجحة ان شاء الله اليوم هذا مناسب هو لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح برضو لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي يصلح لازالة الشعر الزائد ان كان بالليزر او اللي هو الشعر المزعج اما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم مناسب ما في اي مشاكل لهذا الموضوع ممكن في اللي باخد المطعوم في فترة خلو المسار يشعروا ببعض التوعق مثل صداع او الام ارتفاع درجة حرارة او مكان اللقاح يكون فيه الام بالكتف فعشان هيك ان كان الصداع وارتفاع الحرارة بنادول او براستيمول حبتين خمسمية كل ست ساعات او حبه الف كل ست ساعات تفي بالغرض وبرضو كريم اللي هو انتيبيوتك اللي هو الفوسدين برضو ممتاز عشان ما يلتهب مكان الابرة بالنسبة للقمر بما انه رح يكون مستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 25 اثنين بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اربع وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر لينتقل القمر بعدها لبرج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة احد عشر وثمانية وخمسين دقيقة مساء بيصبح اربع وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 هي الآن سعيدة بنسبة 60% ولكن في ساعات الصباح تنزل السعودة لنسبة 30% لغاية المساء القمر في العقرب ينتقل للقوس ويمكث في القوس لغاية 25-2 والآن سعيدة بنسبة 45% في ساعات الظهر بصير سعيدة بنسبة 20% عطارد في الدلو حتى يوم 10-3 منتحس اليوم بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعية منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% ابلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء طبعا هذا الأمر من الآن لغاية ساعات الظهر أو ما بعد الظهر أهم مش أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن اليوم تنشغل بمعاملة أو بملف الوقت الجميل هو من ساعات ما بعد الظهر لما بنتقل القمر وصير في البيت التاسع فبتنشطوا في أمور سفر واتصالات بعيدة بتعززوا علاقاتكم العاطفية فترة مناسبة للتجارة والامتحانات والتناقلات ولكن تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة ما بين المدن برج الثور ما زالت الأجواء من الآن لساعات الظهر بتحمل نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر فترة فيها نوع من أنواع الضغط وهي بتصير كل شهر فعشان هيك بتكونوا تحاضروا من الخصام وما تعندوا أحد بالفترة هاي تجنبوا الخلافات كليا أنه خصمكم بالفترة هاي بكون قوي وطباعك مش هادئة طبعا هذا الضغط رح يظل لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبرضو تقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وحاولوا أنكم ما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزاء طبعا بلشت الأمور تضغط من الآن بتحسوا بنوع من أنواع الضغط لأن القمر بتحرك من البيت السادس بدون ينتقل للبيت السابع فمن الآن لساعات الظاهرة بترتاحوا من سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة العمل أو الضغط عليكم راعوا ظروفكم الصحية ممكن تعيدوا ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال ولكن من ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير مقابلكم تماما فهنا بصير إيجابيتكم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم شركاء المال أو العاطفة وحاضروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخم الأمور لأن الأجواء رح تصير صعبة وإنت ما رح تكون جاهز للمشاكل برج السرطان ما زالت الأجواء جيدة والفرص مناسبة للتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي للتعارف للحب للغرام للهوايات للقاء الأحبة تعتبر هاي الفترة من الآن لغاية ساعات الظهر فترة من أجمل الأوقات وأكثرها حظا من ساعات ما بعد الظهر طبعا بدها تتغير الأجواء لأن الخمر يصير في البيت السادس بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه أول إشي الصحة بيكون عليها علامة استفهام وبيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم برج الأسد ما زال القمر موجود في البيت الرابع من الآن لساعات الظهيرة فلا تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية أو تبدأوا بمرحلة من القلق وتتدمروا لأقل إشارة من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل للبيت الخامس وهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراج وتطمينات ورومانسيات الحظ حليفك وداعمنا إلك عاطفياً ومالياً بالفترة القادمة برج العثرة طبعاً انتم من الآن لساعات الظاهرة عندكم نشاط قوي جداً لأن القمر في البيت الثالث وممكن تقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة بتقدروا تعبروا عن رأيكم وتفاوضوا بجراءة وبتتميزوا بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول الأجواء جيدة ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية القمر راح يصير في بيت العائلة وبيت البيت فعشان هيك ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي يشغل فكركم أو يعني تهتموا في زيادة عن اللزوم برج الميزان ابتتحسن المعنويات وابتقوا الثقة بالنفس من الآن لغاية ساعات الظهرة طبعا راح تختفي الهموم وتطمئن هواجزكم أكثر واضفوا أموالكم بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح مالي من جهة ممكن أجنبية أو غريبة عنك طبعا الأجواء تعتمد على الأمور المالية لساعات الظاهرة ولكن بدك تقلل من مصاريفك من ساعات ما بعد الظهر تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر القصير والاتصالات ولكن بدك تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء القيادة وبرضو أثناء حركتكم تيروا بالكم من الإنفعلات وخلوا كلامكم واضح بدون عصبية برج العقرب طبعا الأجواء تعتبر هي الأفضل خلال هذا الشهر القمر رح ينتقل في ساعات ما بعد الظهر للأمور المالية فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من الضيع أو السرقة برج القوس ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعة الظهر بعد الظهر فبتكن تبتعدوا عن المغابرات والرهان والحظ ما ترانوا على الحظ نهائيا ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح أو المعنويات والحيوية لا تجازفوا بسلامتكم فترة تعتبر فارغة من الحظ اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة أو نوع من الضغط والاكتئاب بزول مع اقتراب ساعات ما بعد الظهر في هذا الوقت بتمتلقوا بنشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لشيء بيناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم الأجواء إيجابية ودعمي من ساعات ما بعد الظهر برج الجدي هاي فترة طبعا من الآن لساعات الظهر مميزة للتحالف والتعاون للمشاركة الفعلية اقتناص لإعلان رأيك للحصول على موقع معين أهم مش أنك اليوم تتفاعل مع المسؤولين بموروني لأنه هذا الشيء ممكن يعني تكرم عليه أو يصير ثناء عليك طبعا هذا الأمر من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر كتكوا تديروا بالكم لأنكم رح تدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فبتلزمكم هاي الفترة بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا أمر تعتبر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برجدلوا حافظوا على هدوءكم وحاولوا أنكم يعني ما تثيروا الفتن والمشاكل والحدية بالطباع من الآن لغاية ساعات الظهيرة هاي فترة مهمة تمتحنك فأهم شيء أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوه بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوه في حفل أو مناسبة أو لقاء ودي ما بينه ما بين بعض الأصدقاء أو تعاون مع صديق معين الفترة بتصير جيدة للاستشارات للاحتفالات والمناسبات والحلاقات الاجتماعية أو الاستعانة بحلاقة اجتماعية لقضاء حاجة برج الحوت برج الحوت طبعاً بتظلك اليوم عندك قدرة وحماسة وبتنطلق بتنفيذ خطة أو فكرة الأجواء جيدة وداعمة وهي برضو ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر الفترة من الآن لغاية ساعات الظهر من أجمل الفترات فعشان هيك بتكون هاي الفترة الدينماكية جداً بتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة عندك قدرة على تحقيق كثير من الأمور ولكن إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد تنتبه أثناء تنقلاتك على الطرقات من ساعات ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبصير اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا أنكم ما تشوهوا سمعتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء